في هذا القسم حيث يتم التدريس بلغتين لغة الإشارة واللغة الفرنسية المعلم ومهندس المعماري المعلم الحاصل على الشهادة التي تعمل هنا منذ البداية حامل لذا كانوا يبحثون عن بديل لها وبالفعل إنه من الصعب حقا أن تجد معلمين لديهم شخصية تتكيف مع الأقسام المعتمدة على نظام ثنائي اللغة إذ يجب معرفة لغة الإشارة وأن تكون حامل شهادة دراسة عليا ومع ذلك فإن قانونا صادرا سنة 2005 يعترف بلغة الإشارة كلغة قائمة بذاتها ويسمح للأطفال بتلقي التعليم بلغة الإشارة تظهر أقسام ثنائية اللغة بفضل جهود الأباء ولكن لا يزال عدد المعلمين السم قليلا جدا علينا مواصلة الكفاح من أجل الوثور على أماكن وليكون المستقبل مشرقا تماما كمستقبل الأشخاص المعافية السمع أن يتمكنوا من التعلم عاديا والوصول إلى المستوى أعلى أو حتى إلى الجامعة لما لا ليس هناك ما يمنع صحيح أنه منذ عام 2005 التطور بطيء جدا هل علينا نحن توعية الناس وإظهار أن الأمر ينجح وأن الأقسام القائمة على نظام ثنائي اللغة مهمة جدا منذ الثمانينات يكافح الأباء والنشطاء من أجل الاعتراف بلغة الإشارة والمشوار كان طويلا فتدريس لغة الإشارة كان ممنوعا في الأقسام لأكثر من قرن في فرنسا وكان لهذا الحظر عواقب وخيمة في أعقاب الحظر تم نشر اللغة من خلال الاتحادات الرياضية للصم والاجتماعات والمآدب وأشياء من هذا القبيل واستمرت في البقاء لكن في الظل اليوم لغة الإشارة هي إحدى خائرات امتحان البكالوريا مثل أي لغة ولكن بغض النظر عن جودة التعليم تمثل الأقسام ثنائية اللغة أملا للإندماج بالنسبة للأطفال الصم في المجتمع هم يجدون هناك أيضا مهنيين الصم وهو شكل من أشكال الهوية أي أن يتخيلوا أنفسهم في وقت لاحق كصم ويمكنهم أن يكونوا معلمين أو أطباء نفسيين لدينا طبيبة نفسية صماء تعمل هنا أو مربي تأسس القسم الثنائي اللغة في مدينة غين وهو الواحد في مقاطعة بغتان في عام 2007 ويضم تسعة طلاب في فرنسا يستخدم حوالي 300 شخص لغة الإشارة من بينهم الصم والسامعين على حد سواء